فيديو شاهد ما فعله كلب بمذيعة على الهواء مباشرة ايمان حسن صحيفة سبق تعرض مذيعة التقس في التلفزيون الروسي إلى موقف محرج مفاجئ بعد أن تحول كلب من نوع جولدين رتريف إلى نجم على الهواء مباشرة بعد أن خطف الميكروفون من المذيعة وركضها ريبا قبل أن تلحق به وحسب صحيفة الأخبار المصرية كانت مذيعة التقس في التلفزيون الروسي ناديسجا سيركزينا تقدم برنامجها على الهواء مباشرة وتبشر بقدوم فصل الربيع في تقريرها اليومي على جهة التلفزيون ميرا الروسي بالتزاون مع مرور الكلب من المكان المتواجد فيه المذيعة فبدل بالقفز نحوها وخطف الميكروفون وركض بعيدا في حركة مفاجئة أظهرت المذيعة وقضرت المذيعة وهي متمالكة لنفسها وقامت بمطارة الكلب في مرتبعة السبارو التي تطل على موسكو لاستعارة الميكروفون ونجحت بعد جهد في مسعاها وذلك وفقا لما نشرته صحيفة الديلميل البريطانية وكانت المذيعة قد بدأت تقريرها بمخاطبة سميلتها في الاستوديو مرحبا إلينا وصل الربيع إلى موسكو بعد أن وصلت ترجمة الحرارة المتوقعة إلى ثماني درجات مئوية وفي تلك اللحظة وثب الكلب نحوها وانتزع الميكروفون موليان الأدبار بغنيمته لتلاحقه المذيعة وهي تصرخ توقف توقف تعالى هنا وبعد أن نجحت المذيعة باستعالة الميكروفون أكملت نشرتها الجوية ومعها الكلب شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة